متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة حكلمكم عن نموذج ظهر بشكل مفاجئ على الـ M-RNA هذا النموذج من نمازج التعديل على الصور المذهلة وأيضا إنشاء الصور البعض شايف أنه كمان بيتخطى أي نموذج شفناه من قبل بيتخطى GBT-4O اللي التعديل عليه مميز جدا والنموذج ده بيقدم تعديل على الصور بدقة غير مسبوقة بيحفظ على التفاصيل والألوان والخلفيات بشكل مثالي يقدر يضيف أو يحزف عناصر من الصورة ويعدلها كأنها حقيقية النهاردة حنجرب كده بشكل عشوائي على الـ M-RNA نانو بنانا وليه بشكل عشوائي؟ لأن انت لو دخلت على الـ M-RNA واللي ما يعرفش الـ M-RNA الـ M-RNA هي منصة لتقييم النمازج عن طريق تجربتها والمقارنة بينها كلمت عنها في فيديو سابق لما كنت بكلمك عن إنشاء صور بلا حدود ولكن خد بالك لأن كل الشوق اللي انت بتشتغله على الـ M-RNA ده بيبقى بابلك فما فيش أي برايفسي في أي حاجة بتصوبها منه كريكويست سواء استخدام من النمازج النصية أو حتى إنشاء الصور فخد بالك من هذين نقطة كويس جداً والمعلومات اللي بتشاركها حتى في النمازج النصية لأنه مش بس الـ M-RNA لتقييم نمازج الصور هو في الأصل يعني الميزة دي دهما إضافتها مؤخراً هو في الأصل بيستخدم لتقييم النمازج النصية زي شاة GBT وزي جميناي يلا بينا نجرب مع بعض لما تيجي تخوش على الـ M-RNA حتبص تلاقي الـ T عندك هنا generate images وعندك هنا web search لو أنت ما فعلتش generate images مش هتظهر معاك النمازج الخاصة بيه الصور فأنا هنا هفعل الـ image هنا هتنزل هتلاقي فيه كذا مود في الباتل وفيه side by side وفيه direct chat بالنسبة للباتل أنت بتكتب الأمر وبعد كده بتدوس enter هتبص تلاقي أنه هيظهر عندك صورتين هتقول منهم مين الأفضل هيظهر عندك كل نموذج أنشأ صورة منهم هو إيه فأنت بالتالي هتعرف مين أفضل نموذج في إنشاء الصورة side by side لما أجي أدوس عليه هيظهر عندي هنا النموذج الأولاني مثلاً نفترض imagine 3 generate أقارنه مثلاً بـ أنا عارفة النموذجين اللي أنا اخترتهم إيه أما بالنسبة للـ direct chat أنت بتروح تختار النموذج اللي أنت عايز تستخدمه وبتبتدي أن أنت تكتب الأمر وتدوس enter هينشألك الصورة بتاعتك دول 3 modes اللي ممكن تستخدمهم مع إنشاء الصورة للأسف نانو بنانا مش موجود غير في وضع الباتل فأنت لما هتبتعي تكتب الأمر هتضطر أن أنت تستخدمه كذا مرة لو مظهرش معك من أول مرة مين اللي بينافس مين يعني هي هو هنا هيكون ظهوره بشكل عشوي فحواليك مثال على ده أنا ابتديت أن أنا أختار الباتل وابتديت أن هنا أحط الأمر وابتدي أن أنا هنا أرفع الصورة وكان قلقتي أنا ابطلبت منه إن الشخص اللي في الصورة دي يكون قاعد في كافي شاب ودرينك تي بعد كده حيبتدي أن هو يقول لي أنه صورة أفضل فأنا قمت مختارة الصورة دي إنها الصورة الأفضل وطبعا أنتوا شايفين أن الصورة دي أقرب جدا للصورة الأصلية يعني أقرب جدا أهي دي الصورة الأصلية الصورة دي لأ مش أقرب قوي يعني الصورة دي أقويسة جي بي تي امي جي وان لكن نانو بنانا طبعا واضح جدا جدا أنه هو ما غيرش أي حاجة في تفاصيل الرجل الساعة بتاعته وقاعد بيشرب كفي وكمان غير الباكجراوند لو تفتكروا أنا كنت كلمتكم في الفيديو السابق على الأداء اللي داخل الكون شات اللي بتعمل تعديل على الصور قلت لكم لما تيجي تطلبوا تعديل على الصورة تعديل مثلا الأول على الكاركتر نفسه وبعد كده ارفعوا الصورة مرة تانية بعد ما يحصل التعديل على الكاركتر وعايزين تغيروا الباكجراوند تغيروا الباكجراوند عشان الصورة تطلع معاك احترافية هنا بقى مفيش مشكلة اطلاقة ان انت تطلب التغيير اللي انت عايزه ان انا هنا عملت تغيير على حاجتين المكان والشخص الشخص خليته قاعد بيشرب تي وانا هنا غيرت وضعيت الشخص نفسه كان الشخص واقف بقى قاعد وكمان بيشرب كفي الخلفية كمان غيرتها من شارع هو خلفية انا كان عنده شارع فوضي الخلفية هنا عندك كوفي شوب فبالتالي هنا الميزة التنافسية اللي بينافس بيها نانو بنانا واللي عايز اقول لك على خبر ان هو متوقع جدا ان يكون النموذج ده من جوجل لسه جوجل ما اعلنتش عن الموضوع ده بشكل رسمي ولكن العديد متوقع ان النموذج الخاص بالإدت ده يكون خاص بجوجل طبعا ممتاز جدا ولكن كنموذج تعديل انا اعتقد ان النموذج ده حينافس بشكل كبير جدا تعالا بقى نشوف حاجة تانية قمت ايضا برفع صورة دي الصورة الاصلية وقلت له غيرت خالص اللبس بتاعه وواقف قدام عربيته وبيتكلم في التليفون فاقطاني الصورتين دوله ما كانش ظاهر ده ايه وده ايه يعني ده نانو بنانا وده كوان امج ادت ما كانش ظاهر الاثنين فانا قال لي مين افضل فانا قلت له الافضل الموجود على الشمال وبالفعل طلع هو نانو بنانا الموضل اللي قريب جدا للصورة الاصلية ادي الصورة الاصلية وادي نفس الشخص زي ما احنا شايفين وايضا كوان امج ممتاز جدا ولكن مش شكل الشخص اللي موجود في الصورة الاصلية وزي ما انتو شايفين التغييرات كتيرة اللبس بتاع الشخص اتغير ايضا الخلفية اتغيرت خليت الخلفية بتاعته زي ما احنا شايفين واقف قدام العربية بتاعته وايضا خليت الوضع بتاعته بدل ما هو قاعد بيكلم في التليفون بتاعته والنتيجة كانت رائعة زي ما احنا شايفين يعني النموذج ده اتوقع اتوقع ان هو فعلا يكون نموذج جوجل وللتعديل على الصور تعالى كده مرة تانية نرفع صورة هارفع صورة زي دي كده مثلا وهقول له the man is looking happy and standing in او behind a window مثلا واقف جنب شبك وهدوس enter هنا انا بعمل تعديل على الصورة هنا زمان is looking happy and standing behind a window اعطاني صورتين طبعا الصورة دي مالهاش علاقة بالصورة دي الصورة دي زي ما احنا شايفين دي الصورة الاصلية الصورة دي مقاربة لها هي الصورة دي افضل واعتقد ان ده حيبقى نانو بنانا هنشوف دلوقتي مع بعض فعلا طلع نانو بنانا زي ما انتوا شايفين ده جيمينايت وفوينت او فلاش بريفيو امج جنريشن ده نموذج جوجل لانشاء الصورة وده نانو بنانا ممكن يكون نانو بنانا زي ما قلتلك نموذج من جوجل ولكن اديك شايف قد ايه التعديل يعني احنا مش محتاجين خلاص الفوتوشوب مع الوقت اعتقد الزكاء الاصطناعي الا بقى لو الفوتوشوب باستخدم ادوات قوية للمنافسة ولكن طبعا لاغينا عنه انا عارفة حتى الان لاغينا عن الفوتوشوب ولكن الاستخدامات العادية المنشئ المحتوى دلوقتي يقدر يعملها بنماذج الذكاء الاصطناعي اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة جربوا نانو بنانا على الامارينا بعوضع البتل حيبنلك ويظهر معاك باستمرار زي ما انت شايف لما تيجي تعمل ادت على صورة لما تيجي تعمل جينريشن لصورة يعني مش هيصطفك ببساطة او بسهول لانه واضح كده ان هم ركز عليه فقط في التعديل على الصورة ان شاء الله باذن الله لما يكون لنا اكسس عليه على المواقع اللي هتستضيفه ان شاء الله نجربه بشكل مباشر في انشاء الصورة ولكن انت شايف الزكاء الاصطناعي كل يوم بيروح فينا على فين دلوقتي ما بقاش في مشكلة في الشخصية السبتة خلاص تقدر ان انت استخدم نفس الشخصية في مشاهد مختلفة شوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فليتمنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعينا العزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته